شاهد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي تجربة حية لتأسيس أول شركة ألكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة وهي شركة ضمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بضمياط وأكد مدبولي أن التأسيس الألكتروني للشركات أحد أهم قرارات الأعلى للاستثمار ويضفي قدرا كبيرا من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار ووجه مدبولي بالترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة وصولا إلى تأسيس الشركة إلكترونية